عليكم السلام أحباتي ونسأل بكم في برنامجكم لحظات قرآنية وهذه الحلقة رقم 1240 ولازلنا في تدبر سورة التوبة وهذه الحلقة الرابعة والعشرين ومعنا آية ثاني 111 و1112 111 إن الله اشترى من المؤنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعديه من الله فاستبشروا ببيعكم الذي باعتم به وذلك والفوض العظيم التائبون العابدون الحامدون السابحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف وأنهون على المنكر والحافظون لعدود الله وبشر المؤمنين نتوقف بالتفصيل إن الله اشترى من المؤنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة هنا باع عقد بيع وشراء وبعدها حتى ربنا بقول فاستبشروا ببيعكم الذي باعتم به ربنا اشترى منك نفسك ومالك وأصلا ربنا هو لخلق نفسك وربنا هو الذي خولك في المال لكن أنت حين يعني حين تختار أن يعني تبيع نفسك ومالك لله أن تبيع نفسك ومالك لله جل وعلا يبدال بيع لأحسن بيع يعني دمعانا أن الله اشترى فاربنا هشترى منك نفسك ومالك وإيه المقابل بقى الجنة وبعدين طبعا نفسك يعني معناه أنك أنك تقاتل في سبيل الله قتالا دفاعيا مش بتهجم على حد لو هجمت على حد يعني وقاتلوا في سبيل الله لذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لحب المعتدين طيب شوف خلي بالك ربونا صفحة تعالى قال يا أولى زين من هلأدلوكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمن بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم كنتم تعملون تعلمون يأخذ لكم ذنوبكم وإدخلكم جديد تجب تهداء نهار ومساكنة طائبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نص من الله وفتح القريب هنا نفس التجارة هلأدلوكم على التجارة يعني خلي بالك أي تجارة في الدنيا هي تجارة مؤقتة قد تكسب فيها وقد تخسر وحتى لو كسبتك في كل تجارتك فأنت مفارق لمالك أو يفارقك مالك لكن أهم شيء إنها حاجة مؤقتة التجارة مع الله هي التي ستبقى لأن الجزاء بتاعها الجزاء بتاعها هو الخلود في الجنة يعني طبعا شيء يعني أنت نفسك ومالك إيه يعني تمانهم إيه لكن ده كله لا يأتي لا يساوي لحظة نعيم في الجنة فده يعني موضوع كبير أو يعني لمن يدركه يعني ده أنا زي ما ربنا قال ذلك هو الفوز العظيم هو ده الفوز العظيم يعني أنت يعني ربنا قال فاستبشروا بايعكم الذي باعتم به وذلك هو الفوز العظيم أنت لما تفوز في الدنيا هو فوز مؤقت وفوز يعني حاجة صغيرة لكن الفوز العظيم هو أن تفوز بالجنة طيب احنا برضو بنس تشهد بآيات أخرى ربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة فاطر إن لجينا أتلون لك كتاب الله وقاموا الصلاة وأنفقهم رزقناهم سرا وعلانية يرجونا تجارة لن تبور شوف أي تجارة تبور حتى لو كسبت وكسبت وكسبت أنت حتنش وتسب إذن هي تجارة بايرة لكن التجارة مع الله سبحانه وتعالى بأن تجاهد في سبيله بنفسك ومالك هي تجارة لا تبور بعد كده يعني ربنا هو الوعد عليه حقا في التوراة والإنجيل والإنجيل والقرآن الله هو الجهاد كان موجود في التوراة وكان موجود في الإنجيل قبل نزول القرآن يسير أيها كان موجود وليت حاجة ربنا ذكرها لما يعني موسى قال قومه يا قوموا دخل أرض المقدسة التي كتب الله لكم وترددوا على أدبالكم أدبالكم فتلقالبوا خاصين قالوا يا موسى أن فيها قوما جبارين يعني رفضوا أن يدخلوا وأن يحاربوا رجوعا إلى بلادهم فده طبعا المذكور في الآية 21 الآية 26 ومن بعد كلا بعد لما موسى مات وتعرضوا لاعتداء من الجبارين الذين كانوا يعيشون في المنطقة أرض كنعان ف كان مفروض أنهم يقاتلوا فربنا ذكر هذا في سروط البقاء رحمتر الملئي من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا النبي لهم ابعتنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال خلع سيتم نكتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا ما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال وتولوا إلا قليلا منهم والله علموا الظالمين الآية بقى من مئتين ستة واربعين إلى الآية مئتين وحد وخمسين وده يعني بني إسرائيل قبل المسيح محمد هذا المسيح عيسى عليه السلام المسيح عيسى عليه السلام ربونا ذكر حقيقة تاريخية غير مكتوبة في التراث عند المسيحيين لو كان في حرب ربونا سبحانه تعالى يقول للذين أمنوا في صورة الصف يا ولذين أمنوا كون أنصار الله كما قال عسى بن وري من الحوارين من أنصار الله قال الحوارين نحن أنصار الله فأمنت طائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيادنا الذين أمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين يعني معنى كده كان هناك حرب وإذن يعني وعدنا الحق في التوراة والإنجيل والقرآن إذن كان هناك يعني فرضية للجهاد قبل القرآن الكريم مع بني إسرائيل إلى آخر لما يكن القتال مفروضا قبل ذلك لأن الله صبح و تعالى هو الذي كان يتدخن بإهلاك الأمم الكافرة التي تضطهد النبي وأصحابه وكان آخر واحد يعني أهلكه الله هو فرعون فرعون موسى أهلك بعد كده بدأ فرض القتال تنبقى دفع نفسكم حين يواجمكم أحد إلى آخر بعد كده التائبون العبدون الحمدون السائحون الراكعون الساجدون خلي بالك هل واحد يقول لي التائبون من فيل التائبات شوف يعني التعبير يأتي بالمذكر ليشمل الجميع زي أيوه الذين ما نكتب عليكم الصياح أيوه الذين آمنوا هل معنى كده النصو مش بيصوموا لا فهو التعبير بالمذكر يفيد الذكر والأنثى وده بيأتي كثيرا عنه وبشر المؤمنين من المؤمنين جميعا فالتائبون العبدون بيشمل التائبات العابدات إلى آخرين وحيانا بيأتي التنويع زي أن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات القانتين والقانتات والصادقين والصادقات الليل الآخمسة وثلاثين من سورة الأعزاب طيب كلمة سائح يعني السائحون ودي طبعا جات أيضا في سورة التحريم عصر ربهم طلقا كنا أن يبدله أزواجا خيرا من كنا مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبقى سائح يعني عندنا السائح هو الجنعة اللي يجي من برا ويجي يتجول في البلاد الأخرى يعني لا لا من مجدال معنى سائح في القرآن الكريم أو السائحون أو السائحات اللهم العابدون فالمعنى مختلف تماما ونحن نقول إن للقرآن الكريم مفاهيمه الخاصة لا تدخل على القرآن الكريم بمفاهيم عصرك أو بالقواميس أو بما يقوله التراث أبدا القرآن افهمه من خلاله بتحديد مصطلحاته من داخله شكرا أحباتي وعليكم السلام شكرا أحباتي وعليكم